ردود فعل مراحبة وداعمة للإعلان المشترك بين الصين والولايات المتحدة في جلاسكو في الدورات السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ بشأن تعزيز العمل المناخي في الفترة ما بين 2020-2030 هذا التعهد يأتي بشكل مهم جدا في هذه المرحلة الحارجية من حيثية تعهدنا بالعمل المشترك من أجل تخفيف الانبعاثات وبالتالي المساهمة في تحسين المناخ بشكل عام هذا طبعا الالتزام على مستوى الدولي هو إيجابي جدا نتمنى أن يكون هذا الاتفاق بادر تخيل عارميا للمحافظة على البيئة نحن دول العلم الثالثة أو النامية نتأثر بشكل كبير جدا من التغيير المناخي رغم أنه مش هاي الدول هي اللي بتعمل على زيادة الاحتباس الحراري والتغيير المناخي ولكن هذا الاتفاق سيكون له أثار إيجابية ونتمنى من الأمريكان الاتزام في ذلك تعهد الطرفين بمواصلة العمل مع جميع الأطراف لتعزيز تنفيذ اتفاق باريس له وقع هام لكن الأهم بالنسبة للمغتصين ترجمت ذلك واقعيا اتفاق ما بين الصين وأمريكا هي تعتبر خطوة كبيرة في تحقيق وتخفيض الانبعاثات على المستوى العالمي ولكن هذه الخطوة تبقى حبر على ورق إذا لم تتم اتخاذ إجراءات فعلية للتخفيف من هذه الانبعاثات وعبر المغتصون في شؤون البيئة والمناخ للخروج بنتائج تلبي طموح للعالم أجمع ومباشرة العمل بتشكيل مجموعات العمل التي تم الاتفاق بشأنها في التحديات الكبيرة للتغيرات المناخية المجموعات العمل هي طبعا أحيانا تكون إيجابية وأحيانا تأخذ وقت أطول من اللازم نحن طبعا نصر أن تكون مجموعات العمل هذه مجموعات فعلا عمل حقيقي للوصول إلى الأهداف المرجوة إذا كان هناك اتفاق وتطبيق للمجموعة العمل سيكون آثاره كبيرة جدا لأن الإشكاليات التي بوجهها العالم من آثار التغير المناخي يحتاج إلى العمل والتكاتف والتعاون بين كافة الدول لتجاوز هذه الآثار الخطيرة جدا للتغير المناخي بعين الأهمية ينظر المختصون الفلسطينيون للإعلان المشترك ما بين الصين والولايات المتحدة لتعزيز العمل لمواجهة التغير المناخي لكن العبرة كما يقولون بأن يتم الالتزام بما تم التوافق عليه في هذا الإعلان وسرعة الاستجابة لمواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه العالم محمد الصنورسي جتئان العربية رام الله